عندما تكلم الملاك مع زكريا في الهيكل أصيب زكريا بالخرس ثم جاء ورجع إلى بلده في هذه المنطقة في عين كارم في جبال اليهودية وعندما طبعا ولدت أليصابات يحنى جاء الجيران وحاولوا يسموا اسم الولد على اسم العلي لكن أليصابات أصرت أنه يسمى يحنى وعندما جاءوا إلى زكريا أومى طبعا أنه يكتب الاسم وكتب اسم يحنى فحدثت المعجزة طبعا هذه كانت علامة خرس زكريا ورجوع أن ينطق بالنبوة هذه كانت علامة أنه كانت من الرب كل الحدث وكل المعجزة وهكذا عندما بشر الملاك القديسة مريم كانت العلامة هو ذن سيبتك أيضا حبلة بشيخوختها عندما ظهر الملاك للرعاء قال ستجدون طفلا مقمطا مدجعا في مذود هذه العلامات كانت لتؤكد على صحة النبوة وصحة هذا الكلام